الحريرية السياسية الحريرية السياسية وقفت الحرب الأهلية الحريرية السياسية أعادت لبنان على الخريطة الحريرية السياسية عمرت بيروت الحريرية السياسية عملت مستشفيات حكومية ومستشفى رفيق الحريري نموذج الحريرية السياسية عمرت الجامعة الوطنية والمدارس الرسمية والمطار وجابت مستثمرين وسياح على البلد وعملت أول شبكة خليوة بالشرق الأوسط يعني حتى قبل إسرائيل وكمان الحريرية السياسية هي الاعتدال الملاقات الكلمة الحلوة هذه هي الحريرية السياسية وغيرهم 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 سؤال الوحيد أنتوا شو إنجازاتكم شو يلي عملتوا للبلد وللناس بالبلد الله يرحمك رئيسنا الشهيد رفيق الحريرة في الليلة الظلمائي يفتقدوا البدر بعد 16 سنة على اختيالك مش ماشي الحال في فرصة لا يرجع يمشي الحال بس مش ماشي الحال ما في لبناني مرتاح الاقتصاد منهار جزء أساسي وحبيب من بيروت دمر بانفجار المرفأ نترحم على الضحايا البريقة ومنطالب بمعرفة الحقيقة وبالعقاب العادل كورونا عم تفتك كل يوم بعائلاتنا وأصحابنا وكبارنا ومسلسل الاختيالات بعد وماشي وأخذ بدربه أغلى الناس وإخرهم الشهيد لقمان سليم يلي سلك طريق محمد شطح وجبران تويني وسمير أصير بصلابة الموقف وحرية الفكر مسلسل الاختيالات مكمل من محاولة اختيال الوزير مروان إحمادي وصولا لاختيال لقمان سليم من كم شهر صدر حكم من المحكمة الخاصة في لبنان على سليم عياش أحد قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري هيدا الحكم بده يتنفذ وعياش بده يتسلم مهما طال الزمن والأهم مسلسل الاختيالات لازم يوقف ورح يوقف وإذا ما وقف في مشكلة كبيرة بالبلد غضب الناس انفجر من 16 شهر وكل يوم عم يكبر وحقه يكبر وليزم يكبر الحل موجود ومعروف وجاهز بكل لقاءاتي العربية والدولية بكل اتصالاتي اللي عم قوم فيها في جهوزية واستعداد لا بل حماس لمساعدة لبنان لوقف الانهيار لإعادة إعمار بيروت لنعطي أفق لللبنانيين لا يعرفوا بس لا يعرفوا كيف الحل بده يصير لسعر الصرف الليرة لأموالهم بالبنوك لأكلهم للدواء للأقصات لمستقبلهم ومستقبل ولادهم كله هيدا ناطر كبسة زر والزر حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة تحقق الإصلاحات المطلوبة ويلي فصلتها وحطت لها خارط الطريق لمبادرة الرئيس الصديق إيمانيويل مكرون غير هيك ما حدا مستعد وما حدا رح يساعد والانهيار رح يكمل حتى الانفجال الكبير لا سمح الله وهيدي مش صدفي ولا نكيات ولا فرض إرادة خارجية هؤل نفسهم ساعدوا لبنان كثير بالسابق واستثمروا بلبنان بظل حكومات سياسية شو كانت النتيجة بعد كل محاولات الإصلاح يلي تم إفشالها من باريز اثنان عأيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى مؤتمر سادر من ثلاث سنين صار كل مستثمر لبناني أو غير لبناني عنده مطلبان الأول هو أن الإصلاح يبلش قبل ما يحط قرش بالبلد والتاني هو تغيير طريقة العمل وعقلية وصلتنا لهون بالكامل هذا المعنى الحقيقي للمبادرة الفرنسية ولحكومة الإختصاصيين ولخريطة طريق الإصلاح تغيير طريقة العمل يعني شو يعني؟ يعني ما في كل وزير بالحكومة يكون ناطر على التليفون قرار حزبه لا يعرف شو بده يعمل والإصلاح يعني تغيير منظومة تهرب والتهريب وفساد ومحاصصة وإفشال الدولة على حساب المواطنين وعلى حساب حقنا البديهة أنه جميعاً من كل الطوايف والمناطق نعيش بدولة طبيعية وهون بدي أحكي كلمة عن الفساد ومحاربته محاربة الفساد بتبلش بإصلاح بيضمن استقلالية القضاء مش بالضغط السياسة على بعض الخضاة ليفتحوا بعض الملفات بالسياسة ويسكروا بعض الملفات بالسياسة هيدا التصرف يلي بالنهاية بيضمن استمرار الفساد لأنه بيدمر مصداقية القضاء والسلطة القضائية إذن يلي عم يمنع تشكيل الحكومة عم يمنع إطلاق الإصلاحات وعم يأخر وقف الانهيار وإعادة الإعمار وعم يطول معاناة اللبنانيين والمقاسي يلي عم يعوشوها كلهم وعم يمنع تغيير طريقة الشغل والعقلية يلي تسببت بالأزمات كلها وبالنهاية عم يقول أنه قراره خراب البلد خلونا نشوف شو يلي مانع تشكيل الحكومة اللازمة لوضع البلد على طريق الحل وهون بدي أحكي بمنتهى الصراحة لأنه بعد كمية الكذب والإفتراء والخرافات يلي نكبت من وقت ما اختروني النواب لتشكيل الحكومة ما بتنطاع وأنا صبرت كثير ونطرت كثير لا أعطي فرص وبعدني أعاطي فرصة لكن الإفتراء صار كبير والكذب صار ما بينحمل عم ينقال هون أحلى الشي عم ينقال أنه المشكلة هي أنه بالتشكيلة يلي قدمتها لفخامة الرئيس اعتدت على صلاحياته الدستورية وعلى حقوق المسيحيين لأنه ما خليتوا يختار الوزراء يلي بدوا إياهن والوزراء المسيحيين تحديدا لا تقولوا لا تسمعوا بالإعلام بالتلفزيونات بالإزاعات لا تقروا بالجرائد وبالسوشيال ميديا كل يوم وكل لحظة من شهرين لليوم طيب أنا حقول وخلي اللبنانيين يحكموا أولا أنا طلعت شفت فخامة الرئيس ستعشر مرة من وقت ما تكلفت وبالمرة الثانية أعطاني فخامة الرئيس ليحة بالألوان لكن الأسماء لكل الأسماء يلي بيلاقيها مناسبة برأيه للتوزير وبقول هالشي لأنه في من اخترع أني صورتها بتليفوني وما أعطيني إياها لا فخامة الرئيس هو بيعرف ومساعده يلي نديه فخامة الرئيس وقال له خود هالليحة وعمال نسخة بالألوان لدولة الرئيس بيعرف فخامة الرئيس شخصياً سلمني هالليحة باليد وبرجع بقول بيتاني لقاء بيناتنا بجميع الأحوال بعد 14 جولة تشاور محاولات إيجاد الحلول مع فخامة الرئيس طلعت وقدمت له اقتراح تشكيلي بـ 18 وزير اختصاصيين غير حزبيين قادرين ينفزوا كفريق متكامل الإصلاحات المطلوبة ده وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت وإعادة الأمل لللبنانيين ونعم بهالتشكيلي ما فيه تلت معطل يعني سبع وزراء لأي طرف من الأطراف وخليني يكون واضح عن هيد النقطة ما فيه تراجع لأنه التلت معطل يعني بأفضل الأحوال أنه كل قرار مهم بدأت تاخده الحكومة وقدامها قرارات مهمة كتيرة لازم نرجع لصاحب التلت ونفاوضه ونقايده وبأسوأ الأحوال صاحب التلت قادر يمنع النصاب عن الجلسات لنفاوض ونقايد ونفاوضه ونرجع نقايده كمان أو حتى قادر يقيل الحكومة باستقالة وزراءه وساعتها خود على تفاوض ومقايدة وخود على شغل وإصلاح وإنجازات غير هك لشو بده الطلط المعطل لشو من شو خايف فخامة الرئيس موجود ومجلس النواب موجود يخبرنا من شو خايف إلا إذا خلف الستارة في مين عم يحرك ويشجع يحكينا بوضوح ويقلنا من أصل 18 وزير اعتبرت أنه لفخامة الرئيس ست وزراء علما أنه التيار الوطني الحر ما سماني وفخامة الرئيس عم يقول لي أنه هو عم يحكي مع تياره إذن ستة واحد منهم للتشناك يلي نوابه أعضاء بتكتل لبنان القوي وبصوته كل مرة مع التكتل بالمجلس النيابي ومن الخمسة البائيين أربع أسماء تنطبق عليها مواصفات الاختصاص وعدم الانتماء الحزبة والكفاءة اخترتهم من لايحة فخامة الرئيس الليحة الملونة ما غيرها والخامس شخصية محترمة اختصاصية غير حزبية مقربة من فخامة الرئيس وسبق وطلب مني شخصيا ادعم ترشيحها لمنصب مرموق بتستاهله وبتستاهل أكتر كمان وفوق هول اقترحت بالتشكيلة نفسها لوزارة الداخلية اسم آذي معروف مشهود لكفاءته ونظافته وسبق وحكم ضد تيانا السياسي بالخضاء ومقرب جدا جدا من بعبده وتعينه بمنصبه الحالي كان من ايام مكان وزير العدل مستشار فخامة الرئيس سليم رئيساتي بس تعرفوا شو مشكلته بيقول لا بيقول لا وبدل ما يدعي فخامة الرئيس الرئيس المكلف ويعطيه ملاحظته على التشكيلة متل ما بيقول الدستور والمنطق ومصلحة البلد واللبنانيين اجا الجواب بالاعلام بالخطابات وبالبيانات وبالتسريبات انه مرفوضة لانه هون احلى شي لانه سعد الحريري هو يلي اختار الاسماء حتى لو من ليحة الرئيس والمقربين منه انه هيدا اعتداء على حقوق المسيحيين وعلى صلاحيات الرئيسة وانه منعين الرئيس يطلب الوزرات يلي بدوا اياها مع مشكلة اضافية وخاصة على الداخلية مش هيك طيب اولا يلي بينتمي لمدرسة سياسية استشهد من 16 سنة مثل اليوم مؤسسة رفيق الحريري وهو عم يقول وقفنا العدو المسيحيين نص الدولة شو مكانت الاعداد ولليوم منكرر وقفنا العد مش لسعد رفيق الحريري تهمة الاعتداء على حقوق المسيحيين تانيا من اول يوم ومن يومين من يومين طلعت ايه شو لفخامة الرئيس اذا بين الحقائب الخمسة يا فخامة الرئيس فيه اسماء بدك تغيرها قل لي انا جاهز سميلي لكل حقيبة ثلاثة او اربع اسماء تنطبع عليها المواصفات انا مستعد نقل افضل من بينها للحقيبة اكتر من هاك قلت لفخامة الرئيس اذا فيه حقيبة مش من اسبتك او اتنين وبدك تغيرهم قل لي انا منفتح لابحث بالامر ولهي الحل واكتر واكتر من هاك قلت له لفخامة الرئيس اذا الاسم يلي اقترحته لوزارة الداخلية ما بدك ايه انا مستعد اخترح اخترح على فخامتك ثلاثة او اربع اسماء لهالوزارة وانت بتختار الانسب لك من بيناتهم وين الاعتداء وين الاعتداء على صلاحيات الرئيس لا سمح الله وين الاعتداء على حقوق المسيحيين لا سمح الله الف مرة سؤالة انتو وين كنتوا انتو من حقوق المسيحيين لما بقيت الرئيسة شاغرة حوالي ثلاثة سنين مش لسعد الحريري يلي عمل كل شي ليوضع حد للفراغ بالمنصب المسيحي الاول بالدولة وصولا لانتخاب الرئيس عن بينقيل هالحكي بدكن تحكوا عن حقوق المسيحيين اذا ما في اقتصاد وما في استقرار وما في دولة ما في حقوق لا للمسيحيين ولا لغيرهم حقوق المسيحيين هي ببساطة حقوق اللبنانيين حقوق انه ننوقف الانهيار ونعيد اعمار بيروت ونوقف الكيرثة يلي عم ترميهم كلهم مسيحيين ومسلمين عدروب الشرشحة والتعتير والهجرة حقوقن نعم الاصلاحات بتغيير طريقة العمل والعقلية بكاملها ونعم حقوقهم تدقيق جنيه بالمركزي وبكل المؤسسات والإدارات والوزرات بالكهرباء بالاتصالات بالسدود بالصندي كل الصندي بكل شي ومن سنة 1989 لليوم لا ينعرف حقيقة شو صار ويتلاحق كل مرتكب وفاسد وصارق حقهم اصلاحات بتجيب كهرباء بتوقف التهريب والتهرب بتنظم الجمرك ومدخيل الدولة ومصاريفها تعمل استقلالية حقيقية بالقضاء حقوقن للمسيحيين من حقوق المسلمين بالكرامة والطبابة والتعليم حقوقن ما بيكونوا عم يتساقطوا بالعشرات تحت وطقة كورونا حقوقن ما يكونوا ضحية حدا شايف انه مصلحته الشخصية خراب البلد او شايف انه مصلحته الشخصية اكبر من البلد على كل حال جواب فخامة الرئيس الاولى بصراحة ما كان مشجع ورجع على نغمة ستة زائد التشناك يعني التلث المعطل وهيدا مستحيل فخامة الرئيس بيقول التشناك مش معوه مش معوه ده انو مسموني علما انو تاني يوم او تالت نزلنا على البرلمان صوتوا بالبرلمان مع تكتل الرئيس وبعكس نواب المستقبل ومن يوم ما هني بالبرلمان كل مرة نواب التشناك بصوتوا مع نواب التيار الوطني الحر لكن قلت لفخامة الرئيس وعن بقول أباكم وأمام الله أنا مستعد وجاهز وملتزم اليوم وبكرة وبعده وما في قوة رح تفقدني الأمل ببلدي وبقدرة ولاد بلدي على وقف الانهيار والعودة إلى طريق التعافي بإذن الله وبانتظار الفرج مثل ما شفته أنا عم زور الدول العربية والدول بالمنطقة وبالعالم لأحشد الدعم للبنان ولرمم العلاقات وخصوصا العربية حتى ينطلق الحل بسرعة لما تتشكل الحكومة ورح تتشكل الحكومة لأنه ما في مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميئة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين هذه معادة لأرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل خطوة منعملها هي من وحي مدرسته لخدمة لبنان واللبنانيين لخدمة لبنان واللبنانيين ليس لخدمة حداً تاني خلونا بالذكرى الساعة 16 لاختياله نترحم على روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري اشتركوا في القناة